وسط حضور اعلامي مكتف سجل سيد خليه النولد الرشيد انه امام المعزق الذي وجد فيه هذا النزاع المصطنع فان مقترح الحكم الداتي تحت السيادة المغربية يعد مشروعا تاريخيا وتجربة غير مسبوقة لا في العالم العربي ولا في القارة الافريقية هذا مشروع جديد جديد في كل شيء لانه لم يسبق تطبيق اي مشروع للحكم الداتي منذ ان اسس المولى ادريس المغرب لذلك فهو مختلف اتبعوا بخلق مغرب جديد على المستوى الديمقراطي وعلى مستوى التدبير الاداري والسياسي وخاصة من خلال اشراك السكان في تدبير شؤونهم في اول تحرك للمجلس الملكي لاستشاري لشؤون الصحراء بالخارج جاءت الدعوة الى ضرورة اعتماد اسلوب الحوار للدفاع عن القضايا الوطنية ومخاطبة المجموعة الدولية المهم هو ان نظل مع منطق الحوار مع مختلف مكونات المجموعة الدولية وداخل هذه المجموعة مع الشركاء والدول الصديقة لتطوير هذا الحوار المشاركون في مختلف اللقاءات التي نظمها المجلس بفرنسا اجمعوا على اهمية هذه الخطوة التي اختارها المغرب لحل قضية النزاع المفتعل في صحرائنا